وللمتابعة ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارة دكتور منذر إذن هل الأردن هنا تقتفي أثر دول عربية أخرى خطت هذه الخطوة الدبلوماسية مثل الإمارات والبحرين وغيرها أم ماذا؟ نساء الخير أستاذ خالد لك والمشاهدين الكرام بدون شك الأردن يسعى إلى تحسين علاقاته مع سوريا ولكنه بنفس الوقت يترك الباب مواربا كي يوازن العملية بين استعادة العلاقات كما كانت وما بين غضب الشركاء السياسيين والاقتصاديين للأردن لذلك لا تجده يندفع بشكل كبير باتجاه إرسال السفير بل يقول المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الأمر لإبقاء السفارة مفتوحة كما كانت في العادة دائما وليس عملية تطوير جديدة لأن هناك استحقاقات إقليمية ودولية على الأردن التعامل معها وأنت ترى أن الساحة السورية الآن أصبحت تصفية حسابات ما بين الإسرائيليين والإيرانيين لمنع التموضع الإيراني فهناك إذن حالة ترقب وتوجز من الحالة السورية التي لم تستقر بعد وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما أوقفت اندفاعات الدول العديدة في ذهابها لتشق ريث ما يتم تجلي أو ماذا سوف يحصل من تطورات في الفترة المقبلة لأن الساحة السورية حبلة باحتمالات عديدة وبالتالي لا يمكن رصد الموقف بماذا ستقول إليه الأمور بدقة متناهية هناك أكثر من احتمال يمكن أن تحصل وتتطور فيه الأمور ولكن تبقى دبلوماسية المجتمع المدني هي التي تغلب الآن زيارة مجموعة من الوفود سواء النيابية أو النقابية أو التجارية نعم دكتور الاجتماعي لك هكذا علاقات نعم دكتور منذر طيب يعني تزامنا مع هذا الموقف الأردني وقبله موقف عدد من الدول كما أسلفنا قبل قليل كانت هناك دعوات تتحدث عن ضرورة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية السؤال هنا هل من الممكن أن يقوم الأردن بدور في هذا الاتجاه؟ بالضبط الآن يجري الحديث عن استعادة دور العربي في سوريا كموازن ورديف للدور الإيراني والتركي أيضا وبالتالي يأتي الحديث في أنه لا يمكن هذا الموقف من الحرد السياسي كما يسموه الأوضاع في سوريا تأول لمصلحة النظام السياسي هناك وبالتالي يجب الحديث عن شكل آخر من العلاقات وزير الخارجية الأردني قبل أيام قال يجب أن نفكر بعقلية جديدة ونرمي الماضي وراء ظهورنا وبالتالي هناك صيغة جديدة يبدو لتواجد العرب في سوريا والأردن قد يكون بوابة لذلك وقد يفعل حالة النقاش ما بين العرب والسوريين كونه لم يبدي مواقف حقيقية شديدة الحدة سوى ببعض المرات من النظام السوري بحيث تكون القطيع ولكنه ينظر الآن ببرغماتية بحيث يوازن ما بين متطلبات الإقليم والمجتمع الدولي والمتطلب الأردني والعربي داخل الساحة السورية نعم دكتور منذر الحوارات الكاتب والمحالل السياسي الأردني من عمان شكرا لك شكرا لك